بسم الله الرحمن الرحيم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله سوف نقوم بطريقة سهلة ومبساطة وهذه هي اللي نستعملها اللي نقوم بطريقة سهلة ومبساطة نستعملها الى 90 قرام بايا تا بيت جيتني تلت حبيت 90 قرام نوازات يكون مطحون 40 قرام سكر 1 الفاني 50 قرام سكر 90 قرام سكر 90 قرام سكر 90 قرام بين السكر والسكر النوع نضع البيض نضع البيض 40 قرام سكر 40 قرام سكر 50 قرام حوالنا streets اقوم بطريقة سكر 1 طيس 50 قرام ماكسيتم 0م نضيف نضيف المورنغ جيدا نضيف السيارة نضيف المورنغ نضيف المورنغ نضيف المورنغ نضيف السكر سوف نضيف السكر كما راكم تشوفو ونخلط كل شي في رحبة بهذه الطريقة هنا يدروك نجيب لامورنج تاعي وغادي نبدأ نخلط ونخلط ندخل قحد الخليط التاعي في هذا الامورنج وعلى كما راكم تشوفو هكا هنا نجيب بابي كويسا ولا ان تابي كويسا ندخل الخليط التاعي بهذه الطريقة نسي نسيق مهم ليحبه يجوني قعلي كوتي يجوني كيف كيف ما جيناش جهة طالعة او جهة مهودة وهنا نكون حميت الفوغ التاعي على 180 درجة وعلى وندخله للفوغ اي طيب على مدة 15 دقيقة هنا نجيب بابي سباتيول ولا حاجة اللي نيسي بيها للا سوقفاس هكا باهم اجيناش جيهة طالعة او جيهة مهودة ونخبطها كما راكم تشوفو على البلان دو تخافي ونديرها في البلان اللي يدخل للفوغ ونديرها الطيب كنا نديرو الفوغ على 180 درجة على مدة 15 دقيقة وعلى كي ما راكم تشوفو راهي طيب نخلوها حتى اللي تستحمر وعلى ها هي الهنا لدى كواس دعنا راهي طابت واتحمرت وعلى نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفة وتجربوها ان شاء الله ومعلي اغنقلكم تبقى على خير وفي فيديو قدم ان شاء الله بسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قراش ترجمة نانسي قنقر